انتهاء حكم العسكر نهائيا في دولة عربية وزلازل تطال أخرى شاهد أخطر توقعات ليلة عبداللطيف مرحبا بكم متابعين الكرام هذه أقوى توقعات ليلة عبداللطيف أتوقع ليلة عبداللطيف أن سيبريا ستكون حديث الناس والإعلام بسبب انتشار وباء قاتل على أراضيها ويهدد عدة دول مجاورة مثل الصين وبنجوليا وكازاخستان كما سيتم عزل إحدى الدول عن باقي دول العالم بسبب انتشار وباء قاتل وخطير في قلب هذه الدولة المعزولة سيتم إغلاق إحدى المصحات المعروفة بالعالم بسبب حدث مؤسف ومأساوي يطال أرجاء المصحة وفيها كبار السن مما سيؤدي إلى ظهور فضيحة كبيرة على العلن نراها ونسمع عنها في وسائل الإعلام العالمية وعلى مواقع التواصل بشكل واسع وكبير إعصار ضخم والتسنام خطير يضرب الساحل ويؤدي إلى تشريد مئات الآلاف من الناس مع أضرار جسيمة وفادحة من العام 2024 حتى عام 2025 يكون العالم أمام العد العكسي لمواجهة كارثة زراعية خطيرة تؤدي إلى حصول أزمة مجاعة عالمية بسبب نقص المياه وموجة جفاف حادة وهنا أدعو وأحذر جميع الدول والشعوب في العالم إلى ضرورة الاشتغال والاهتمام بمواصلة مواسم الزراعة وخاصة زراعة القمح بشكل كبير استعدادا للصمود أمام أزمة الغذاء والمجاعة القادمة أتعرض تايوان إلى حصول زلزال عنيف يضرب مدينة تايوان ويؤدي إلى تعطيل المرافق الحيوية وخاصة الطيران مع حدوث فيضانات تشبه الطوفان ومشاهد مؤسفة لعدد كبير من الضحايا والمشردين على أطراف مدينة تاينان مخلوقات غريبة عجيبة وغير معروفة من قبل ستهدد الأرض وتغزو بعض الدول في العالم وأكثر الدول أراها تستنجد في طلب المساعدات العاجلة للقضاء على هذه الظاهرة مظاهرات حاشدة واحتجاجات مليونية وغضب عارم يعم الشوارع وموجة للأسف من الذباب أو الحشرات الغريبة والمؤذية سنراها تنتشر في أجواء عدة دول أربية وتصل إلى سماء لبنان مما سيسير حالات من القلق والخوف عند الناس بعض حضارات العالم تنهار بفعل فاعل زلزال يضرب منطقة واسعة في إيران ويسبب للأسف الشديد خسائر فادحة رياح جارفة تؤدي للتغيير في أنظمة خصوصا في أوروبا وإفريقيا ستواجه للهند والصين تلوثا كيميائيا كبيرا وأزمة غذاء كارثية تؤدي إلى تأثيرها على العالم وتهدد بعض الدول لا حرب بين أمريكا وإيران كما سنسمع من خلالها قرارات عسكرية خطيرة تثير القلق والبلبلة في دول إفريقيا من جراء هذه الحرب السودانية الإثيوبية القادمة والتي ستبدأ باشتباكات على الحدود وتنتهي بسقوط الضحايا وآلاف الضحايا للأسف أما في الداخل السوداني فإنني أرى التوصل إلى اتفاق دولي ينهي حكم العسكر يؤتي بحكم وحكومة مدنية من جديد وستكون مهمة العسكر السوداني هي الدفاع عن الأرض وحماية المؤسسات والشعب وفرض الأمن والأمان الصين وماها تايوان سيكونان تحت الأضواء الدولية والإعلامية بسبب حدث مؤسف وقد يؤدي إلى بداية المواجهة العسكرية بين البلدين التكنولوجيا تحت التهديد والخطر خلال المرحلة القادمة وأنظار العالم تتجه إلى موقع الأمازون لحدث مؤسف والحرب القادمة ستضع هذه الحرب التكنولوجيا أمام تحدي كبير وخطر شديد الأحداث وتطورات القادمة على المنطقة ستحمل معها مشاهد انفجار أحد المنشآت النووية في دولة كبيرة وستشهد بعض دول إفريقيا موجة قاسية من الجفاف للأسف لم تشهدها من قبل يعني بتاريخ إفريقيا هل موج الجفاف ستؤدي إلى حصول كوارث إنسانية كبيرة وخطيرة وسنرى صراعا مسلحا في مناطق وشوارع بعض الدول الإفريقية وذلك بسبب الأوضاع القاسية وظهور أمراض وأوبئة قاتلة بسبب نقص المياه والجوع كما سنشهد موجات من النازحين والهاربين والمهاجرين الأفريقة بسبب الحروب والصراعات والكوارث والفقر والجوع وبين عام 2024 و2025 أرى أن بعض دول إفريقيا ستكون للأسف الشديد تحت رحمة الكوارث الطبيعية والصراعات المسلحة وسيشهد العالم والأسواق النفطية ارتفاع كبير وجنوني في أسعار النفط والغاز وقد يتجاوز سعر البرميل فوق المائة دولار إلى هنا متابعينا الكرام نصل إلى نهاية حلقتنا شكرا لكم وإلى اللقاء